هديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهد وعبق عطره الورد بيان الروحه العبار وفي طياته الدرر بيان الروحه العبار وفي طياته الدرر نسائمه تهدينا روائعه تنادينا ونفح طيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجد شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العايد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حياكم الله شيخنا الكريم الله يعطيكم العافية شيخنا الكريم أعمال القلوب طالما سأل عنها السائلون تطلع إليها العاملون يسمعون عنها لكن قد لا يدركون شيئا كثيرا عن حقائقها وما هي ولكن السؤال الذي نجده يتبادر إلى أذهاننا بداية لماذا نتحدث عن أعمال القلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلامة سليما كثيرا أما بعد فحييك أخبا دروة وحيي الإخوة مشاهدين السلام عليكم ورحمته وبركاته نتكلم عن هذا الموضوع لأهمية القلب الكبرى التي يمكن أن نذكر شيئا منها والأمر الثاني أنك تلاحظ أننا نغفل حقيقة عن هذا الموضوع ويقل طرقه عند الناس وعند الوعظ والكلام في موعظة الناس فنغفل عن هذا الموضوع مع أهميته ونركز ويكون تركيزنا على الجانب الآخر الذي هو أعمال الجوارح يعني لهذه السببين تكمن هذا الجميل ذكرت شيخ أنه يعني الموضوع له أهميته أين تكمن أهمية القلب خاصة أننا شخطران نحن منشغلين والذي يظهر لنا جوارح الناس ويعني ما يبدو لنا لكن الحديث عن هذه الأمور التي قد لا يراها الناس لا يعرفون معاييرها بسبب جهل قد يكون بسبب يعني أو عدم معرفة أهميتها نعم أولا يا شيخ القلب هو محل النظر محل النظر لله عز وجل الله أكبر جاء في الحديث الذي رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم في رواية أخرى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أمر آخر يعني هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله كل الجسد يصلح إذا صلح هذه المضغة الصغيرة إذا صلحت صلح سائر الجسد كما في الحديث المتفق عليه المعروف الذي يحفظه كثير من المسلمين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أمر ثالث مهم أيضا أن القبول والرد يوم القيامة مترتب على ما في هذا القلب جميل ربما يأتي ما في هذا القلب يكون القلب سليما صالحا مخبتا إلى الله عز وجل فهذا يفلح صاحبه وينجو يوم القيامة كما قال الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم سليم وفي الآيات الأخرى يقول الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير بينما إذا كان هذا القلب فاسدا وما فيه فاسد فإن صاحبه يكون خاسرا ولو كان له عمل صالح ظاهر ولو كان له عمل ظاهر صالح أمام الناس يكون خاسرا إذا لم يصلح ما في هذا القلب الدليل على ذلك في حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد استشهد قتل في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل الثاني ورجل طبعا ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ولقيه في النار والعياذ بالله هذا أول من تسعر بهم النار الثاني رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وشيه حتى ألقيه في النار الثالث رجل واسع الله عليه عز وجل واسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جوات ليقال عند الناس أنه كريم فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقيه في النار لاحظ أستاذ العزيز أن هذا الإنسان الذي يسأل له عمل صالح في الظاهر من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال يعني هذا في سبيل الله فضلها عظيم في الإسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه الإنفاق في سبيل الله خذ الأحاديث التي تبين والآيات قبلها التي تبين فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل يعني أعمال صالحة بل خذ أمر آخر عندما يسأل يظن أنه فعلها لله يقول ما ترك إلا أنفقت لك فيها يقول قاتلت فيك تظن أن هذا الإنسان صادق مع نفسه الذي يظهر والله أعلم هو من نفسه يعلم أنه لم يكن صادقا لكنه أغتر بكلام الناس أغتر بكلام الناس الناس ينظرون إليك كذا فيقولون ما شاء الله فلان كذا ما شاء الله فلان كذا هذا لا ينفى عند الله عز وجل لا ينفى عند الله عز وجل إلا ما في هذا القلب كان صالحا وإلا لم يقبل هذا العمل الأمر الثالث أو الرابع القلب هو محل الابتلاء والاختبار عند الإنسان كل معصية لا بد أن تمر على القلب قبل أن تفعلها الجارحة لا يزن الزاني إلا وقد أذن له القلب ولا يبصر محرم إلا وقد أذن له القلب ولا تعصي اليد إلا وقد استأذنت من القلب وهكذا جميع جوارح الجسد لا تفعل فعلا إلا وقد أذن له القلب ذلك لأن هذه تأتي إلى القلب يبتلى يختبر يفتن هل يرد هذه المعصية هل يقبل هذه الطاعة أو أنه لا يقبل هذه الطاعة بل ويأخذ هذه المعصية الدليل على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودة في رواية عودا عودة فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء يعني نقطة حتى تصير على قلبي الآن هذا ينكت فيه يعني ينقط فيه نقطة سوداء ثم نقطة سوداء ثم سوداء ثم سوداء ثم سوداء فهذا البيض ينطل في الأخير في الأخير يصبح كله أسود يصبح كله أسود والآخر تنكد فيه نكتة بيضاء حتى في الأخير تصل على قلبي أبيض مثل الصفا لا يتضره فتنة ما دامت السماوات والأرض يعني فتتن في ماله فتن في كذا في أي نوع من أنواع الفتنة تجد أنه يثبت والله عز وجل والآخر كالأسود مربادا كالكوزي مجخيا كوب مقلوب لا يمكن أن يمتلئ مدام مقلوب لا يمكن أن تملأه بالماء فهو لا يمكن منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هوا القلب من خطورته أنه سريع التقلب أنه سريع التقلب ولذلك لا يأمن الإنسان أبدا لا يأمن الإنسان من تقلبه في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة تخيّى الريشة الريشة تقلبها أنت بفمك بهواء من فمك فكيف وهي في يدك فكيف إذا كانت بفلاة والرياح التي تقلبها القلب مثل تقلبها مثل تقلبه مثل هذه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بتثبيت قلبه وهو الذي يوحى إليه من الله عز وجل الله أكبر عبد الله بن عمر بن العاص سمع رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هو يكثر صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه أن يكثروا يقتدون به أنس قال يا رسول الله آمننا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا يعني نحن الآن عرفنا الحق وتبين لنا كيف نرجع إلى الباطل لا يمكن هل تخاف علينا أننا ممكن نرجع قال صلى الله عليه وسلم نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشال الله يثبت قلوبنا يا شيخ نس الله أن يثبت القلوب يا رب ومن أمن أن لا يزيغ قلبه فقد هلك الله المستعى نس الله أن يثبت قلوبنا وقلوب إخواننا المشاهدين والمسلمين أجمعين شيخ أنه أنت تحدث يعني أنا أرجع قليلا كذا إلى طبائع نفوسنا إلى يعني ما نعيشه في واقعنا عندما يوجه لنا الحديث بالتوبة والأوبى والرجوع إلى الله عز وجل مباشرة ما يتبادر إلى ذهننا إلا الإقلاع عن الذنوب المعاصي الشرب الكبائر الذنوب صغائر الذنوب كلها ما يتعلق بالترك لكن أنا لا أتذكر أنه مثلا واحد مثلا إلا من رحم الله يتذكر أن هناك معاصي للقلوب أنت ذكرت الحديث وإن كانت الأعمال في ظاهرها هي من أجل الأعمال لكن فقدان هذا الأصل العظيم الذي في القلب اللي هو معصي من معاصي القلوب قد ذهب بها كلها يعني ما هي معاصي القلب هذه التي تفتك بنا ونحن لا نشعر طبعا معاصي القلوب له طاعات وله معاصي يعني من وتسمى أعمال القلوب يعني مثال من معاصي القلوب الكبر من معاصي القلوب النفاق الرياء يعني يحب أن يحمد بفعله بفعله طبعا الديني الذي يتقرب به لله عز وجل يعمل له لأجل الناس الإخلاص الشكر الرضا الصبر التقوى كل هذه طاعات للقلب عكسها التعلق بغير الله عز وجل التسخط الجزع عند ورود المصيبة محبة تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هذه من معاصي القلوب وهذه كلها خطيرة يا شيخ كلها خطيرة كل شيء للقلب كل معصية للقلب خطير جدا لماذا؟ لأن أولا عندما نعص الله عز وجل معصية قلبية قد لا نتأثر عند فعلها يعني قد يفعل الإنسان معصية معصية جارحة يعني مثلا استمع إلى محرم آذى مسلما نظر إلى محرم فعلى أي معصية من معاصي الجوارح يمكن أن يعرف من نفسي أنه عصى الله عز وجل يمكن أن يتأثر عند فعلها وجدير أن يتوب لكن عندما يفعل معصية معصية قلبية لا يشعر لا يشعر أنه عصى الله عز وجل ممكن يتكبر ما عرف أنه عصى الله عز وجل ممكن يكون جاءه شيء من الحسد للآخرين تمني زوال نعمة الآخرين ما يعرف أنه عصى الله عز وجل فما يتأثر عند فعلها الأمر الثاني أن معاصي القلوب لا تأتي في أذهاننا عندما نريد التوبة عندما نريد أن نتوب طيب أشيخ أنا لعلي أقف هنا إذا أذنت لي لأنه الوقت انتصف نأخذ فاصل ونرجع بعد إذنك مشاهدين الكرام فاصلون ثم نعودوا للحديث عن أعمال القلوب ابقوا معنا حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ألف مبرو دعوة غير المسلمين من العمالة الأجنبية والسائقين بالتي هي أحسن إلى الإسلام والاهتمام بهم وإقامة البرامج والأنشطة والمحاضرات التي تساهم في معرفتهم أمور دينهم هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإنشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق أهلا بكم مشاهدين الكرام وما زال حديثنا في نفح الطيب عن أعمال القلوب مع الشيخ عبد الرحمن العيد حياك الله شيخنا الكريم حياك الله شيخنا كنا نتحدث عن قبل الفاصل عن أن القلوب معاصيها أشد خطرا وذكرت لطيفتين جميلة أن الإنسان في معاصي القلوب قد لا يتأثر عند فعلها مثل معاصي الجوارع وذكرت أيضا شيئا عجيبا أنها لا تأتي على أذهاننا يعني ضربت مثال أن الإنسان قد يتمنى زوال نعمة وليس يخطر على باله أنه قد ارتكب جرما عظيما بسبب هذا ماذا عن أشياء يمكن تبين لنا خطورة هذه المعاصي كما قلت عندما يعني معاصية القلب تكون خطرة لأنها لا تأتي إلى ذهاننا عندما نريد أن نتوب يعني عندما تسمع الإنسان أو عندما تعقد العزم على أنك تتوب يأتي في بارك أعمال الجوارع يعني سأصلي سأقوم الليل سأصوم سأقلع عن المعاصية الفلانية إلى آخره لكن قد يكون في القلب للآن أشياء لم ينتبه لم ينتبه لها مثل ما قلنا يعني أشياء خطيرة جدا قد تؤدي به إلى الهاوية الأمر آخر أن في الغالب أن معاصي القلوب تكون مستمرة في القلب مستمرة يعني لها الصبغة الاستمرار معصية الجارحة تعصي ثم تنتهي لا يمكن أن يعصي الإنسان 24 ساعة ما لم تكن هذه المعصية معصية قلبية سبحان الله المعصية القلب مثلا الكبر الكبر المتكبر متكبر طبيعته هو كذا فهي موجودة في قلبه ملازمة له ملازمة له لا يمكن أن يكون كل اختفاتة كل نظراء يشعر بهذا الشعور نعم فقط الأشياء التي تكون يعني متقطعة عنده هي مجرد آثار هذا الكبر الآثار التي ظهرت فقط أما الباقي فلا أيضا أمر آخر أن الحقيقة أن معاصي القلوب مستثرة وهذه خطيرة جدا يعني أنا ما أعرف مثلا أنه أنت ما تخشع في صلاتك وأنا مجاور لك في يعني مثلا وأنت تصلي بجانب مثلا أنا أصلي لكن لو كان في حركات يد الواحد يضع نعم لو أنت حركت بكثرة ممكن أنا أوجه لك نصيحة وأنا تحركت بكثرة أن توجه لي نصيحة إخشع كذا ترى هذا ينافل الخشوع لكن أنا ساكن جوارحي لكن قلبي في أودية الدنيا يهيم ما تستطيع أنك تعرف أنا خاشع ولا لا ولذلك ممكن استمرت الحياتي بدون خشوع استمرت الحياتي عندي مثلا شيء من الرياء من السمع ما أحد يعرف بهذا إلا ما ظهر من آثار وتكون قليلة ليست يعني بذاك الجميل طيب أنا يا شيخ أبغى وأنت تحدث عن أعمال القلوب أبغى كذا سرد لمجموعة من أعمال القلوب حتى المشاهد عندما نقول أعمال القلوب يفهم ويعي ما الذي نقصده من أعمال القلوب الإخلاص الشكر الصبر الإنابة التقوى الحب من أعمال القلوب الكره من أعمال القلوب الخوف الرجاء الرغبة الرهبة الاعتقاد الإخبات الخشوع خذ الجانب الآخر المعاصي الرياء القنوط من رحمة الله عز وجل الأمن من مكر الله الفرح بأذية المسلمين المحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا محبة أن يحمد لأجل فعله الديني محبة أن يعظمه الخلق أن يعظمه الخلق لأجل ما يعمله من فعل يرجو به وجه الله عز وجل يريد أن يعظمه الناس لأجل هذا الأمر الغرور الكبر الحسد الغل ونحو ذاك طيب يا شيخ وأنت تحدث يعني يمكن الواحد يزداد عجبا الأمور الجارحة أو الجوارح علامات القياس فيها واضحة شهلة لا تحتاج إلى يعني كثير أدلة لكن أعمال القلوب كيف أتبين أنا يعني علامات صلاح قلبي أو هلاك قلبي ولا ياذب الله الاهتمام بمثل هذا الموضوع من علامات صلاح القلب جميل يعني مثلا أتته مصيبة وجد أنه جزع على طول استدرك قال ليش أنا جزعت أين الرضا بقضاء الله وقاد عليه فترجعه كذا انتهى من الصلاة شاف أنه ما خشى رجع يؤنب نفسه حتى يحاول أن كذا هذا أمر هذا يدل على أنه لا يزال عنده قلب حي لا يزال عنده قلب حي يدرك خطورة هذا الأمر أيضا أنه لا يصرف أعمال القلوب إلا لله عز وجل فالذي لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يرهب إلا من الله ولا يرغب إلا الله هذا جدير به وحري به أن يكون صالح القلب أيضا أنه يلوم كما قلت قبل قليل يلوم هذا القلب صاحبه يلوم عفوا صاحبه يلوم القلب صاحبه حتى يعود إلى الله عز وجل فعلى المعصية حتى لو كانت معصية جارحة أو أجل آخر تجد أنه ندم هذا الندم من القلب وهكذا يحب الطاعة ويجد فيها لذة مع العلم وهذا أمر ينتبأ إليه أنه قد تعمل الطاعة ولا تجد لذة قد تعمل الطاعة ولا تجد لذة لكن تكون أن في سبيل المجاهدة جميل يمكن أن تأتي اللذة فيما بعد فلا تقنط من رحمة الله عز وجل صاحب القلب الصالح الحي دائما الخوف من الله عز وجل لا يأمن من مكر الله ولذلك يخاف حتى أنه يخاف أن ينتكس وأكثر ما كان يقلق السلف الصالح سوء الخاتم مع أنهم يعملون من الصالحات ويتقربون لله عز وجل الشيء الذي ذكر في الكتب يقبل الحق حتى ولقال فهواه هذا يدل على أن قلبه صليم طيب في الجهة الأخرى يا شيخ مريض القلب مريض القلب لا أولا لا يهتم بمثل هذا الموضوع أبدا وربما يقول يا أخي هذا الكلام ليس له داعي القلب تركوها لله عز وجل وهذا كلام حق لكنه يريد به أمرا آخر لا يتألم عندما يعصي بل تجد بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم والعافية يتلذذ بالمعصية وحتى بعد انتهائها بل ويجاهر بذكرها ويتذكرها تلذذا الأمر الثالث أنه يكره الحق يكره الحق إلا إذا وافق هواه أمر رابع يجد وحشة من الصالحين ومن الجلوس معهم تجد مثلا قام إنسان يعظ بعد الصلاة كلمة قصيرة خمس دقائق لا يستطيع تحمل يخرج مباشرة يفتح الإذاعة يجد فيها واحد يتكلم موعظة أو قراءة قرآن مباشرة تجد أنه يغلقه لا يستطيع لا يستسيق بينما لو كان شيء آخر من أن محل الاستقبال غير مهيئ أيها أحسن أيضا من علامات فساد القلب أنه قد يصرف الأعمال بل أنه يصرف الأعمال القلبية لغير الله عز وجل فتجد أنه يحب أكثر من محبة لله يعني مثلا الزوجة محبة طبيعية الأولاد محبة طبيعية محبة مثلا العمل محبة كذا هذه محبات طبيعية ما يلام عليها الإنسان لكن قد تتعارض أحيانا من محبة الله عز وجل يعني تأمره مثلا الزوجة أو يأمره أولاده بأن يفعل معصية يفعل الشئ الفلاني كذا فتجد الآن تعارضت محبة الله عز وجل في قلبه مع محبة أولاده وزوجته إذا كان يقدم محبة زوجته وأولاده على محبة العز وجل تدل على فساد على نوع مرض وفساد في هذا القلب طيب يا شيخ خلينا أنا يعني إذا أذنت لي أريد أن أعرف الثمرة يعني بحانا الإنسان عندما يعني تتجلى له ثمرات هذه الأمور يعرف تجداد قناعته بأهميتها يعني أول ثمرة دخول الجنة الله أول ثمرة قلب الصالح دخول الجنة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبل قليل وقبله ذكرنا الآياتين إلا من أتى الله بقلب سليم أن جاء معلقة بسلامة هذا القلب فدخول الجنة متوقفة على ما في هذا القلب ولذلك لاحظي شيخ أن الأعمال الصالحة الظاهرة أعمال الجوارح عندما يرتب عليها أجورا عظيمة تجد أنها قرنت بعمل قلبي جميل من صام رمضان إيمانا وإحتسابا شف صام هذا عمل جاري جاري يعني ترك لكن مربوط بال إيمانا وإحتسابا من قام رمضان إيمانا وإحتسابا وفي آيات أخرى تذكر كذا يقول ابتغى وجه الله ابتغى به وجه الله في الأحاديث وهكذا جميل أيضا تفاضل العباد عند الله عز وجل يكون بحسب ما في قلوبه جميل يعني قد يكون إنسان أعماله القلبية أرجح من الآخر بينما ذا الآخر أعمال الجوارح عنده أكثر من قد تكون أكثر من هذا 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 يفضل عن هذا أبو بكر رضي الله عنه يزن إيمانه إيمان الأمة هو أول الأمة طيب هو أكثر من عمل صالح يعني أعمال جوارح أكثر من الأمة لا بالكثرة لا مستحيل كثرة مستحيل لأنه عاش فترة معينة بينما الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وأعمالها في زيادة يعملون إذن بماذا فضل عليهم بما وقر بما وقر في قلبه الله أكبر الأمر آخر تفاضل الأعمال بحسب ما في القلب يعني أحيانا يعني أعمال الظاهرة قد يحتار الإنسان يقول أيهما أفضل أعمل كذا أو لا أعمل كذا نقول أنظر إلى أيهما الأحسن والأفضل لقلبك يعني أتيك مثلا واحد يقول لنا أريد أن أدعو في عرفة أيهما أفضل أدعو واقف وإلا جالس أو راكب في السيارة لأنه أصلاح الله أصلاح وإنه دعو وهو راكب على راحلته فأيهما يكون أفضل نقول أنظر إلى قلبك أين سيحضر أكثر يعني أكثرهم مخشوعا إذا كان خاشع وأنت واقف فاقف إذا كان جالس فاجلس جميل جميل كذلك من الثمرات الثبات أمام الفتن والشهوة ونحن في هذا الزمن بحاجة كبيرة جدا إذا لم يكن في قلبك تعظيم لله عز وجل فإنك تستطيع بجوالك بدون أن أحد يعرف تستطيع أن تنظر كل ما تريد جميل يعني المنكرات تستطيع أن تصل إليها بسهولة في مثل هذا الزمن جميل أمر رابع ومهم جدا السكينة والطمأنينة لقضاء الله وقدره الله ونحن شخف زمن مصائب كده تتوالى على القلب ما لا يمكن يخلو الزمن من مصيبة وليمكن يخلو إنسان من مصيبة هذا يبتلى بعقم وهذا يبتلى بتأخر زواج وهذا يبتلى بفقد مال وهذا يبتلى بفقد صحة وهذا يبتلى بكذا وهذا يبتلى بكذا إلى آخر من الأشياء فالفائدة والثمرة المرجوة من القلب الصالح أن يكون عنده سكينة وطمأنينة عندما يصاب بمثل هذا جميل طيب يا شيخ أنا الوقت تقريبا يمكن ما أقول انتهى وإن كان كذلك لكن هناك أمور نبغى نستكمل فيها هذا العقد يعني أنا مثلا من الحديث ممكن بعض الأخوة قد يفهم أن هناك تقليل من أعمال الجوارح البعض ممكن يفهم أنا أبغى كذا شيخ إن أددت لي تختم لي بإطار يعني يضبط لي ويجمل هذا الحديث حتى يكون فهمه فهما صحيح لا يعني أبدا يعني عندما نتكلم عن أعمال القلب أننا نهو من أعمال الجوارح بل بينهما تلازم فصلاح القلب يعني العلاقة يمكن أن نستطيع أن نوجد علاقة بين أعمال القلب أو ما في القلب وأعمال الجوارح أن نقول صلاح القلب يستلزم أعمال الجوارح الصالحة يستلزم لأنه لا يتصور أن يكون القلب صالحا ويعمل أعمال جوارح ليست صالحة هذا يعني الأمر الأمر الثاني من العلاقة قد يكون الإنسان عمل صالح في الظاهر لكن لا يستلزم هذا صلاح قلمه نرى هذا ينفق في سبيل الله نفقات كثيرة هذا عمل صالح في الظاهر وقد لا يقبل عند الله وقد لا يقبل عند الله عز وجل فهذا أيضا من الأعمال الصالحة الظاهرة لها تأثير على القلب كيف؟ الأعمال الصالحة الظاهرة لها تأثير على القلب عندما أصلي لابد تؤثر على قلبك عندما تتصدق لابد تؤثر على قلبك يعني علاقة عكسية وكذلك المعاصي تؤثر على القلب المعاصي الجوارح تؤثر على القلب خذ الدليل على ذلك إن العبد إذا أخطى خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء خطيئة نكتت جارحة وعمل قلبه نعم جميل فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في الحديث الآخر من ترك ثلاث جمع تهاونا بها جمع صلاة الجمعة حمل جارحة تهاونا بها من غير عذر طابع الله على قلبه وهكذا ترى تجد أعمال كثيرة لكن أنا أتركها يعني كذا طيب تعال شوف للأعمال الصالحة كيف تؤثر على القلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتين صححة الألباني بعض الناس الذين يقعون في المعاصي ما ليس لهم دليل كلامنا ليس دليلا لهم يعني قد يقع في المعاصي وعندما تنصع يقولك التقوى ها هنا طيب أعطيني دليل أثر المعاصي على أي نعم نقول لا هذا غير صحيح الذي يقول التقوى ها هنا نقول هذا صحيح التقوى ها هنا فعلا التقوى في القلب لكن هذه كلمة يراد بها باطل هذه كلمة حق يراد بها باطل لأنها لو التقوى هنا يعني لو أن التقوى حلت في قلبك لنشطت للعبادة الأعضاء ستنشط كذا لأنه وإن في الجسد المضاهدة صلحت صلح الجسد كله جميل صلحت صلح الجوارح جميل جدا في أخير شيخ نريد أن نبي عليه قبل ما يعني تنهي لا ينكر على من عمل عملا صالحا ظاهرا لا ينكر عليه هذا نقول له المفترض أنك تنتبه إلى قلبك وإلى آخره لا تعمل حتى تصلح كذا كذا ونريد أن نلغي عمل الجارحة هذا ليس صحيحا لماذا؟ لأنه أولا لا ينهى عن الأعمال المشروعة في حجة الرياء لا ينهى عنها ولا كذا ما حد سوى شيء نعم بل يؤمر بها ويؤمر بالإخلاص فيها الأمر الثاني أن هذا يفضي إلى أن أهل الفساد ينكرون على أهل الخير أن يعملوا الأعمال الصالحة بحجة عليهم أن ينتبهوا إلى قلوبهم وهذا فعل المنافقين يقول الله عز وجل عنهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات لما جاء واحد يتصدق قالوا هذا مرائي والآخر قالوا أن الله غني عن صدقتي هذا فهم لمزوهم بعمل ظاهر جارحة بحجة أن كان عليهم أن يهتموا بما في قلوبهم جميل الله يسعدك شيخ وينير قلبك وبصيرتك كما نرد قلوبنا بهذا الحديث الجميل شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم شكرا الله شكرا موصولا لكم مشاهدين الكرام وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء وصلاح القلب يستلزم صلاح الجوارح كنا في حديث مات مع الدكتور عبد الرحمن العايد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام وحديث عن أعمال القلوب انتهت حلقتنا وما زال نفح عبير برنامجنا مستمرا ألتقيكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجانيات بالعزيزية بجدة وعبق عطره الورد بيان الروحه العبار وفي طياته الدرر بيان الروحه العبار وفي طياته الدرر نسائمه تهدينا روائعه تنادينا ونفحو طيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا حديث القلب شواقه ونفحو طيب ترياقه كلام خلته شهده وعبق عطره الورد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر